تفضل يا سيد محمد السلام عليكم وعليك السلام الله يحفظك ان شاء الله تفضل تفضل بس يعني دين غالة محمد اللي نكتر ربعا نسترحنا دين غالة محمد يعني انت تحس بقلط به أو شين يعني ما فهمك نستبحهم دين آل محمد يا أستاذ هو دين آل محمد أليس دين محمد صلى الله عليه وسلم أيها الصرف نستبحهم جميل أوي يا أستاذ نحن أيضا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني دي قضية ما فيهش أي إشكالية المهمة كيفية ناخد من من دي مش هي دي كيفية وإلا كما نحن ناخذ من الصحابة أنتم تأخذون الآن ليس من أهل البيت أنتم تأخذون الآن من رواه لما أنت باب تأخذ من أهل البيت أنت لا تأخذ من أهل البيت يعني هو أهل البيت بيجدك القرآن أو السنة يا أستاذ يا أستاذ أنت ما بتأخذ من أهل البيت أنت لا تأخذ من أهل البيت شكرا لك أنت لا تأخذ من أهل البيت أنت في النهاية تأخذ من الرواق يبقى إذا نروي لابد أن يكون ثقة حتى يروي عن من عن أهل البيت حلو يعني في النهاية بتأخذ كلامك من الرواق طب وإحنا إذا كان الصحابي ثقة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما ناخدش منه تفضل يا سيزي عقوب أنا سلاما أنا قاعد تحكي وياي ويا ما قاعد تحكي تفضل يا سيزي عقوب أي وياي أنت أيو 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 أيوك تفضل وياك شنو رأيك بالحديث مع الرسول قال أني تارف بيكم ثقلان كتاب الله وعترتي أهل بيتي اللهم مين أهل بيته أهل بيته هم فاطمة والإمام علي عليهم السلام والحسن والحسين هم ذول أهل البيت وليس أزواجه من اللي قال أنهم ليسوا أزواجه جبتها منين أصحاب الكساء أصحاب الكساء أربعة بالنبيل أخمسة واحدة 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 دلوقتي أصحاب الكساء اللي هم من علي والحسن والحسين وفاطمة صح كده أصحاب الكساء أصحاب الكساء اللي هم علي والحسن والحسين وفاطمة صح طب دول أربعة أي جبت الباقي منين جبت التمانية الباقيين منين الزريتهم الزريتهم أما معصومين طب الزريتهم جبتها منين طب ما زرية الحاسب مش معصومين روح أي الزريت روح 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 عزين معممين يا جماعة الخير عزين معممين والله العزيم عزين ناس بتفهم هما ليه دايما محطر لنا شباب معلش يعني غلبان ما اتفهمش حاجة ليه المعممين فعلا ما بيتصلوش ولو اتصل منهم حدي بيبقى صوته معمم ويقولك أنا مش معمم ليه والله العزيم بجد